لو نقدر اليوم قطع السلاح الموجودة بالعراق خارج الوكالات الأمنية أكثر من 12 مليون قطعة قانون الأسلحة رقم 15 لعام 2017 على أن يعاقب 51 أن يعاقب 15 أو 51 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنة لكل من حمل أو باع أسلحة نارية واعتادة دون إجازة نحن اليوم يعاقب ثم أجاز القانون المشرع من قبل البرلوان إمكانية فتح محلات خاصة ببيع اليوم نحن أكثر من 7 ملايين قطعة سلاح منفلتة نتكلم عليها آخر إحصائية اعتبر العراق بالمرتبة الثانية بعد اليمن هو أستاذة وجدان بس أكمل لك الفكرة المهمة الترابط بين قانون المخدرات وقانون الأسلحة ترابط عجيب لأنه لاحظت خلال عمل أغلب الجرائم التي ترتكب وخصوصا الجرائم الخطرة كالقتل، كالاختصاب، كانتهاك المحارم، كالتسليب هذه ترتكب تحت تأثير تناول المخدرات أو الكحول لهذا السبب يعني كذلك في قانون المخدرات اللي هو رقم 50 عام 2017 كانت في القانون السابق اللي صدر 1962 رقم 65 السابق كان يعتبر تعاطي المخدرات جناية عقوبتها 15 سنة جاءنا القانون الجديد رقم 50 جعلها جنحة عقوبتها سنة وطبعا هنا أهداف العقوبة الجنائية في القانون الجنائية هي تحقيق الردع والعدالة الاجتماعية الله سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب الأهداف العقوبة الجنائية الردع والعدالة الاجتماعية يعني أنت كيف تستطيع أن تسحب هذه الأسلحة وتشتريها مثلا في عام 2005 قبل أن يشرح هذا القانون قالوا الأسلحة عرضوا على الناس شراء الأسلحة خطوة كانت جيدة سحبوا الأسلحة لكن تعرفين حضرتك الأسلحة التي توارثت من النظام السابق الذي تم الاستلاع عليها كثيرة جدا بحيث تلاحظين حضرتك في المناطق الجنوبية بعض المناطق الجنوبية عندما تحصل معارك بين العشائر هناك بعض العشائر كأنه حرب بين دول حتى أسلحة متوسطة طائرات مسيارة أستاذ الكريم طائرات مسيارة عندهم يعني إذا نتكلم اليوم على أكو مشكلة مركبة سيد علي يعني اليوم كخلافات سياسية لانقسامات هايدة تغذي فكرة السلاح المنفلت يعني هل بالفعل ما نمر به الآن هو أكبر تحدي واجه الدولة يعني كل الحكومات المتعاقبة كانت الفكرة والنص مالتها والبند أنه دائم في برامج الحكومات المتعاقبة حصر السلاح بيد الدولة من دون يعني خلي أجيش من الأخير أستاذ من دون تعديل قانون الأسلحة رقم 51 لعام 2017 لا يمكن سحب السلاح وحصره لا بيد الدولة ولا بيد أي شيء لأنه القانون 51 أجازة فتح المحل التجارية وأتحدث لك يعني رؤية العين وحضرتك أيضا ربما يعني شاهدتي ذلك أنا أراها في بغداد هذه المحلات مليئة بالأسلحة تشتري تبيع هذه مشكلة يعني شيء طارئ على المجتمع العراقي في كل قانون هناك ما يسمى بالأسباب الموجبة للتشريع ما هي الأسباب الموجبة للتشريع أتساءل أنا ما هي الأسباب الموجبة للتشريع مثل هكذا قانون يجيز بيع الأسلحة في الشوارع وفي المحلات ترجمة نانسي قنقر